طيب إحنا هنعمل بقى الستاب باي ستاب دي بالفك المفترس اللي أحضر بيزة ده ده كل ده بق كل ده بق بق ديناصور وش بق بيبي طيب يعني حدرتك هتاخدي الفك بعد إذن حدرتك تفضلي ودي فرشة برضو لديناسور مش لطفل طبيعي ولا جبير كمان طيب إحنا نقول هما في طريقتين بس اللي أول واحدة هقولها دي اللي هي أسهل طريقة وأكتر حاجة ممكن نعلم بيها الطفل بالنسبة له تكون سهلة طيب أول ستاب الطفل بيبقى عاضد كده تفكينوا الاتنين قفلين على بعض أيوة تمام بيمسك الفرشة زي كده بيبتدي يعمل أول ستاب اللي هي حركة دائرية يعمل كده عشر مرات ولازم يوصل لللسة من فوق الجزء ده لازم أتأكد أن نوصل للجزء ده لأن الجزء ده بيحصل ترقم أكل كتير قوي عليه لازم يعمل حركة دائرية عشر مرات حتى ما تفض كذا سنة مش بالسنة الوحدة بالزبط عادي بس يوصل للجزء ده عشر مرات عشر مرات يرجع بالفرشة وراء وهو برضو عاضد نفس العدة يخصل كده عشر مرات نفس الحركة الدائرية وبعدين الجزء التاني برضو عشر مرات تاني خطوة هنفتح باكل تحت لازم نتأكد أن الطفل وصل بالفرشة لآخر درس وراء لأن أحيانا مش بيوصلوا لآخر درس ده فبيترقم أكل كتير جدا ويبقى هو بيخصل سنينه بس للأسف مش بيوصل لآخر درس فده اللي يساوز بقى يوصل لآخر درس عشر مرات والجزء التاني عشر مرات الفيديو ده مهم جدا والله ننزله على صفحة من القلب لأنه مهم يعني كل تفصيلة فيه مهمة جدا طيب هيرفع لسانه فوق هيمسك الفرشة هياخد خطوة لفوق كأنه بنتلع لفوق كده حركة لفوق بالزبط بالزبط هنوصل للفكة لفوق هيعمل نفس الحركة ونتأكد أنه وصل لآخر درس برضو ونفس الحركة هنطلع لفوق كده غسلنا السنة نفسها من قدام من النص من وراء بالزبط حتى اللسان بنغسله نعمله مرتين كده اللسان كل مرة ممكن مرة الصبح مرة واحدة مرة واحدة مرة واحدة تمام اللسان بتعمل مرتين كده مرتين كده قال إنه بيبع عليه بكتيريا برضو طبعا طيب غسيل السنان كم مرة في اليوم مرتين في اليوم لمدة دقتين آه يعني القصة اللي حارتك قلتها دي هتاخد الدقتين هتاخد الدقتين بس نتأكد إنه هو فعلا قعد الدقتين بيغسل سنانه زين شرح